السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله اكلمكم عن مسكرة سينيما العنكبوتية. آآ المسكرة دي ده شكل العبوة وهي من جوة عاملة كده. بصوا العبوة شكلاشيك جدا. انا طبعا سيبقها في العلبة عشان اواريكوا شكل العلبة عامل ازاي. لكن انا في العادي آآ بخلاها. لان بصوا هي صعبة ان انا اركبها واخلاها كل شوية. فطبعا انا بخلاها من العلبة بحطها كده في درج المكياج وخلاص. بس انا حبيتها وريكم العبوة وشكلها وقد ايه هي شيك ومحكمة كده وآآ حلوة جدا يعني. آآ منتج سينيما ده منتج مصري. آآ صنع في مصر موجود في كل حتة واسعاره طبعا كويسة جدا. المسكرة دي انا جابها بسبعين جنيه. وتغليفها زي ما انتم شايفين شيك كده. والازازة نفسها تقيلة. وشكلها شيك قوي. الازازة نفسها تقيلة مش ازازة خفيفة كده لأ ازازة جميلة وشيك وآآ حلوة لونها فضي. مكتوب عليها آآ مايت سينيما سبايدل لاش. بصوا هوريكم شكل الفرشة بتاعتها. اولا هي سوادها حلو جدا سوادها فاحم جدا. الفرشة من تحت آآ رفيعة ونزلة على خين كده. فطبعا الفرشة دي بتخليك تعرفي جيبي اقل شعراية اقل طول شعراية موجود في رموشك. فبتكسف وبتطول الرموش. بتطول الرموش وبالذات الرموش التحتي يعني الرموش التحتي فعلا بتطول جدا لدرجة ان هي بتلامس خدك. يعني بتلامس اول كده الخد. فممكن آآ وده عيب بقى من عيوب المسكرة دي. ان هي آآ بتطبع شوية او مش بتطبع. يعني تلاقي نقطة كريم بسيطة هي كريمية جدا للمسكرة. ما فيهاش عيوب خالص تقريبا غير ان هي عيبها الوحيد. ان هي آآ بتعمل زي كريم كده صغير نقطة كريم تنزل على وشك وانت بتحطي المسكرة او تطلع آآ وانت بتحطي المسكرة اللي فوق تطلع على كفونك من فوق. ولو بتعمل رموشك اللي تحت تلاقي نقطة جات على خدك. دي مشكلة المسكرة دي لازم تخلي بالك قوي وانت بتستخدميها. لان هي كريمية جدا وفي نفس الوقت زي ما قلت لك النقطة دي اللي بتيجي على خدك. وانت بتعمل الرموش اللي تحت بالزات. لان هي بتطول الرموش قوي بتاعت الرموش اللي تحت بالزات بتطولها قوي بشكل ملحوظ. فممكن تلامس آآ نقطة كده الخد. لان هي زي ما قلت لكم بتطول الرموش قوي بالزات اللي تحت. طيب لو جات نقطة من المسكرة دي على خدك او على جفنك اللي فوق وانت بتحطي المسكرة في الجفن اللي فوق ما تجيش ناحيتها خالص بيها خالص لغاية ما تنشف تماما وبعد كده امسحيها بطار في ايدك كده او كحتيها كده بضفرك بالراحة خالص لكن لو جتي ناحيتها وهي لسه كريمية كده هتهببلك بقى وهتفرش كده مكانها وهتبهدل الدنيا خصوصا لو انت حتى فاونديشن وحتى مكياجك كامل مثلا عاملة فول ميكاب هبهدلك الدنيا لو مش حتى مكياج خلاص بمنديل وامسحيها وما فيش مشكلة لكن بتكون المشكلة لو انت حتى فاونديشن وباودر وخلاص وعملة مكياجك وجات نقطة بقى مسكرة على خدك او نقطة مسكرة على جفنك العلوي دي بتكون بقى هنا مشكلة لكن لو استطيع تنشف خالص وبعدين فرجتها كده بضفرك خلاص هتطلع ولا كأن لها اي اثر فخلي بالك من الموضوع ده لان المسكرة دي زي ما قلت بتوقع نقطة صغيرة كده يا ام على خدك يا ام على جفنك العلوي ودي كانت مشكلتي الوحيدة مع المسكرة دي غير كده المسكرة دي من الحاجات الجميلة جدا من المسكرات الحلوة وجميلة رغم ان سعرها مش غالي بس انا حبيت قوي المسكرة بتاعة ميت سينيما دي جميلة وطبيعية لو حطتي منها طبقة واحدة هتبقى شكلها طبيعي جدا لو انت عايزة لوك الطبيعي لكن لو حطتي بقى طبقة تانية وتالتة لأ هتديلك بقى الشكل بتاعك انك بالزبط مركبة رموش وممكن تحطي كمان اربع طبقات بس ساعتها هتكوني عايزة بقى خروجك يعني سهرة مش هتناسب الصبح طبعا لان هي زي ما قلتلك هتكسف قوي بزيادة بصوا انا عايزة واريكوا بس السواد بتاعها سوادها حلوة جدا جدا بتخليلي بقى السواد ده مع طبقتين تلاتة بتحطيهم على رموشك بتديلك شكل حلو اوي لرموشك وسواد فاحم للرموش وطول وكسافة فدي من المسكرات اللي انا حبيتها فعلا وسعرها حلو زي ما قلتلك دي بسبعين جنيه متوفرة في كل حتة ومفيش منها كوبي معملوش منها كوبي يعني ما شفتوش هو ده ما شفتش منهم كوبي لان هو سعرها لسه ما غليتش قوي يعني فكويسة يعني الحمد لله ويا رب ما تغلاش قوي لمنتجات بتاعك ما دي لان هي سعرها كده مناسب بالذات لبنات الجامعة لو عايت تستخدمي حاجة زي كده حطي طبقة واحدة وانتي خرجة ليكون شكلها طبيعي مش هتدي لك اي لوك مسلا مش طبيعي او او شكل طبيعي بس هتسود لك الرموش كده وتخليهم مهزبين اجمل حاجة اه بيخلي بتخلي الرموش مرتبة وما بتكلكعش الرموش وما بتعجنهاش في بعضها فيه مسكرات لو حطتي منها طبقة وبعدين حطتي الطبقة التانية تلاقيها عجنت في بعضها ودخلت وابقى شكلها وحش جدا لأ دي ما بتكتلش وما بتعجنش الرموش في بعضها بتخلي الرموش مفرفطة كده بالذات كمان اه لو حطتي منها طبقة واحدة يبقى كاينك مش حطة مسكرة اصلا هي هتسود لك بس الرموش وهتفرقهم عن بعض وهتفضل ثبتة معاكي اليوم كله انا حطتها وشفت اه السبات عملت لها اختبار سبات كده بتفضل ثبتة اليوم كله حطت اه منها طبقة واحدة وجردت كمان انا حط منها اه تلات اربع طبقات تلات اربع طبقات يبقى بالزبط كايني حطة رموش خصوصا لما بعمل قبلها التنية الرموش بتني رموشي تلاتين ثانية وبعد كده بحط طبقة واتنين وثلاتة من المسكرة دي بالزبط كايني مركبها رموش اه وبتفضل ثبتة طول اليوم بنفس الجودة لا بتفرول ولا بتوقع كده فتفيت على الخد ولا حاجة اه بتفضل ثبتة طول اليوم الرموش سودة جدا ثبتة اه هي بتنشف الرموش بس تساعتها انت بتحسش ان الرموش نشفة انت بتحس ان الرموش نشفة وان هي نشفة الرموش فعلا جدا وانت جاء تمسحيها لما بتيجي بقى خراس بعد اليوم قعدت معاك اليوم بطوله بتمسحيها لازم بمزيل مكياج لان دي مضادة للمية ولا عرق بيعمل لها حاجة ولا مية بتعمل لها حاجة فانت لازم تجيبي مزيل مكياج لها بتحطي القطنة تلاتين ثانية على الرموش بس الدويبي المسكرة من على الرموش كده تلاتين ثانية لان هي اه سهلة وصعبة في نفس الوقت في الازالة ان انت تستني تلاتين ثانية عشان تبوش عشان تشيليها مرة واتنين وبعد كده تشتفي وشك لكن لو بمية بس طبعا مش هتطلع لازم مزيل مكياج اه انا مسحتها بمزيل مكياج اه على اعتبار ان هي زي اي مسكرة مسحتها وبعدين بالليل بقى قبل المنام جاي بحط آآ كريم العين لقيت فيه رمش كده بحجر فاكتشفت ان لأ لازم مسحها كويس واعيد مسحها مرة تانية بعد ما تكون في مسحت تماما آآ هو دي عيوب المسكرة دي بس اللي انا بقول لكم عليه انه وانت بتمسحيها بتعوز منك شوية اعتنى غير المسكرة العادية عشان هي وفي نفس الوقت انت وانت بتمسحيها ما بتوقعش رموشك فاعيوبها تعتبر بالنسبة لمميزاتها طبعا لاشي عيوبها ان هي بتوقع فتفيد آآ نقطة كريم وانت بتحطيها والعيب التاني ان وانت بتمسحيها بتعوز تمسحيها بطول البال كده شوية واعتنى آآ لكن ميزاتها ان هي آآ فيها ميزات كتير طبعا بس آآ اهم حاجة بالنسبة لي ان هي مبتوقعش الرموش ولا بتلاقي فيه رمش كده واقع على خدك ولا حركات بتاعات الانواع المسكرة لما بنيجي نمسحها بتلاقي فيه ساعة رمش واقع على خدنا الرمش رموش واقع كده لا دي ما بتعملش كده بمتوقعش الرموش آآ ممكن تستخدميها عادي آآ استخدام بسيط لو انت هتخرج الصبح مسحة بسيطة كده على رموشك بيبقى شكلها طبيعي يعني انت بتقدر تتحكمي فيها ازا كان عايزة شكلها طبيعي او شكلها لانك بركبة رموش من خلال كم طبقة انت هتحطيها آآ فالمسكرة دي جميلة جدا بتاعات ميت سينما العنكبوتية دي فعلا بتطول وبتكسف وبتلكعش الرموش ولا بتوقعها بس اهم حاجة اهتمي وانت بتمسحي رموشك يمسحيها مرة واتنين بمزيل مكياج عشان تتمسح كويس جدا لان هي زي ما قلتلكو عبها ان هي بتحجر لما تيجي تمسحيها وتمسحيهاش كويس. اهم حاجة ما تنسيش كل يوم بالليل قبل ما تنامي تمسحي على رموشك مسح الزيت لوس حلو او زيت قروع عشان تفضلي عطول رموشك حلوة وكسيفة وطويلة وتهتمي بيها بس كده ان شاء الله يكون ده الفيديو بتاعي عجبكو آآ لو الفيديو عجبك ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعالي الجرس عشان يوصلي كل جديد وما تنسوش اللايك والفروع على انستجرام ومارسي ليكو باي باي